اليوم سنفعل مع بعض ألز و أسهل وصفة للأيس كريم سنفعلها بعدة نكهات طريقتها كثير سهلة و بسيطة و عن جد كثير طيبة وشوفوا القواني كثير ناعم هلأ المكونات أنا هون خفقت كوب من الكريم شونتية مع كوب من الحليب و نصف ملقة صغيرة من الفانيلا طبعا الكريم شونتية اللي عندي ما فيها سكر لازم تكون خام وهون عندي 3-4 كوب من الحليب المكسف المحلة طبعا فيكن تستعملوا جاهز وفيكن تعملوها انتو بالبيت ويلي ما شايف الفيديو لحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف ومتل ما شايفين ما بحط الكمية كلها لأنه نحنا بدنا ندوقة هلأ إذا بدنا إياها كتير حلوة منرجع من حطهم أنا الكمية اللي عندي أخدت 3-4 كوب كله وهلأ بدي أخلطهم كتير منيح مع بعضهم دايما دايما بس بدكم تخفقوا الكريمة ما تخلطوها كتير لحتى ما تفرض معكم ويلي ما بدو يستعمل الكريم شنطيق أكيد فيو يستعمل الكريم فراش تخفق الكريم فراش أول شي لحالة أول ما تبلش تكمش على حالة منضيف عليها الحليب المكسف المحلة ما تخفقوها كتير لحتى ما تفرض معكم لأنه لح ترجعوا تخفقوها مع الحليب المكسف المحلة وهون من بعد ما خلصنا وخفقناها هلأ بدي السماء على ثلاث أقسام أول قسم لح أعمله على طعمة الفانيلا بلح يكون سادة ما منضف له أي شيء أبدا حطيته بالعلبة وزبطت له السطح بهذا الشكل وهلأ على الفريزر شوفوا هون كيف طلع معنا من بعد ما طلعناه من الفريزر شوفوا القوام قدي كتير ناعم وأنا تركتهم بالفريزر على مدة لا تقل عن الخمس ساعات لازم نتركهم فترة طويلة لحتى يصيروا معنا بهذا الشكل شوفوا كيف طلعين معنا هلأ نحن أكيد بنحطهم بالأكواب أو بالكسات اللي بدنا نقدم فيها وهلأ بدنا نعمل النكهة الثانية طبعا أخذنا كمية من الكريمة مع ملقة صغيرة من الكاكاو لازم النخلة كتير منيح لأنه متل ما بتعرفوا الكاكاو فيه تكتلات وهلأ بدي أخلطهم كتير كتير منيح مع بعضهم وانتو هون أكيد بتزيدوا النكهة يعني إذا بدكم نكهة الكاكاو أكتر من هيك أو أقل هيدا الشي بيرجع لقلكم متل ما أنتو بتحبو كيف بتحبو يكون لونة أكيد فيكن تحطوا قد ما أنتو بدكم وهوني من بعد ما خلطتها كتير كتير منيح صارت عنلي بهيدا الشكل هلأ بدي فضيها بالعلبة اللي بدي أحفظها فيها وكمان ضروري كتير أن نضبط السطح بالملق على حتى يطلع معنا السطح متجانس ما بدنا ما كان يكون أعلى من مكان وشوفوا هلأ اللون بتحسوه مش كتير غامق بس لما نحطه بالفريزر لح يغمق معنا اللون شوي وهيك صارت عندي جاهزة هلأ بدي غطيها و بدي أحطها بالفريزر كمان على مد دلاطة كل عن الخمس ساعات شوفوا الملمس قدي كتير ناعم وعن جدة طعمي كتير كتير طيبة بنصحكم تجربوه وهلأ نحنا بدي نزين بصص الشوكولات طبعا هيدا شي اختياري وأكيد صص الشوكولات نحنا عمينه بالقناة ويلي ما شايف الفيديو لاحطت لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف وهلأ بدنا نبلش بالنكهة الثالثة اللي هي على فريز هون انتو فيكن تستعملوا اي نوع فويكي بتحبوه فيكن تستعملوا المنجا او الشمام او اي نوع فويكي انتو بتفضلوه هلأ بدنا نطحن هيدا الفريز من دون ما نضف لأي شي ابدا ما حطيت للا مي ولا شي ابدا بس طحنطة بابريق الخلاط شوفوا كيف صارت عندي بهيدا الشكل ومتل ما قلت لكم هون انتو فيكن تستعملوا اي نوع فويكي انتو بتحبوه ملنا مشكلة ابدا هلأ من بعد ما تحنيها صارت عنها بهيدا الشكل هلأ بدي حطهم فوق الكرامة وهون كمية الفريز انتو بتحددوها يعني قدي بتحبوه يكون فيها طعمة الفريز بتقللو او بتكترو هيدا الشي بيرجع لالكن وكمان فيكن تحطوا قطع صغار من الفريز بقلبها كمان بيعطيها طعم كتير كتير طايدة وهيكي من بعد ما خلطتها صارت عندي بهيدا الشكل هلأ اذا كان عندكم ملون غزائي لون احمر وحسيتوها لونة شوي فاتح اكيد فيكن تضيفو ملون غزائي كمية كتير قليلة لحتى نعزز اللون طبعا هيدا شي اختير مش ضروري ابدا يعني اذا كان موجود عندكن فيكن تحطوه مننا مشكلة ابدا بيطلع اللون كتير حلو شوفوا كيف طالع معنا اكيد بده نخلطه كتير منيح لحتى ما يكون مكان أفتح من مكان انتو هون بتحطوا النكهة يلي بدكن يياها فيكم ما تحطوا فراز أو كاكاو فيكم تحطوا ملعة صغيرة من زبدة اللوتس بتقطعه كمان من البسكوية تبع اللوتس بتحطوه معها كمان تطلع كتير كتير طيبة يعني انتو هون بتحطوا النكهة يلي بدكن يياها الآن فضيتها بالعلبة اللي بدنا نحفظها فيها ومتل ما بتعرفوا دايما بدنا نضبط السطح ضروري كتير لحتى يطلع معنا جالس ما يكون في مكان اعلى من مكان وهلأ بدنا نغطيها وبدنا نحطها بالفريزر على مدلاطة كل عن الخمس ساعات وهون من بعد مرور خمس ساعات شوفوا كيف طالع معنا الملمس كتير كتير ناعم واكيد الطعم كتير كتير طيبي هلأ نحنا منافضها بالكسات اللي بدنا نقدم فيها بهذا الشكل طبعا انتم هون بتحطوها بالطريقة يلي بدكن ياها يعني از ما بدكن تحطوهم بهيدي العلبة فيكن تحطوهم باكواب ورقية صغار بتوازعون وطبعا كل شخص بيطلع له بالنكهة يلي هو بحبها يعني بنق النكهة يلي بدو اياها وانا حطيت هون على ايس كريم الفراس حطيت صص الفراس وطبعا نحنا عاملين صص الفراس بالقناة ولحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف وهيدي هي النكهات يلي عملناها اول شي وهلأ ارجعت كمان خفقت كريمة وحطيت مع حليب مكسف محلة وبدأ اعملها بنكهة الأوريو انا هون عندي كمية من الأوريو اكيد انتم بتحطو قدمة انتم بتكن قطعتن قطع كبار متل ما شايفين بهيدا الشكل وهلأ بس بحركم مع بعضن وبدأ ارجع فضيون بالعلبة اللي بدي احفظن فيها ومتل ما قدلكم فيكن انتم هون تحطو زبدة اللوتس مع كمان تكسرو بقلبة كمية من بسكويت اللوتس كمان بتطلع كتير طيبة يعني انتم هون بتحطو النكهات يلي انتم بتكنيها وهون من بعد ما فضيناها بالعلبة اللي بدي احفظها فيها كمان بنا نضبط السطح وهلأ كمان على الفريزر كمان على مدة لا تقل عن الخمس ساعات وكمان هزينا العلبة متل ما شايفين وهلأ على الفريزر وهيك صارت معنا من بعد ما طلعناها من الفريزر شوفوا كيف طالع معنا الشكل طبعا انتم هوني متل ما شايفين بتحطوا قدما انتم بتكن اوريو يعني فيكن تكترو اكتر من هيك فيكن تقللو هيدا الشي بيرجع لقلكم شوفوا كيف طالع معنا الشكل وعن جد الطعم كتير كتير طيبة وهلأ لحناعمل مع بعض اخر نكهة يلي هي المكة او سولتد مكة طريقتها كتير سهلة اختت نصف ملقة صغيرة من النس كا في مع نصف ملقة صغيرة من الكايكاو ورشة كطير كطير صغيرة من الملح والا فذهب خلطا مع بعض ملح ومتل ما شفتوا انا محطيت شي مع النس كا في مثل ما هي حطيت Navidad وضروري كتير انه نخلطه مع بعض كتير كتير منيح لحتى ما يبين انه فيه تكتلات من الكما فينا وهون من بعد ما خلطناهن هلا بدنا نحطكم كمان بالعلبة يلي جاهزناها لا افرب الأد كلها نحطهم بالفريزر ونفضل كمية كلها بالعلبة وهلأ كمان بدي زبط السطح وعلى الفريزر كمان على مدة لا تقل عن الخمس ساعات وفيكم كمان تعملون قبل بنهار وتاني يوم بيكونوا صاروا جاهزين وضروري كتير اي نكهة انتوا بتعملوا بالايس كريم انه تضربوا شوية العلبة على الرخامة او على الطاولة لحتى ما يكون فيه فراغات بقلبها وتكون كلها متجانسة وهون من بعد ما طلعناها من الفريزر شوفوا كيف طال عمانة المسا كتير ناعم واكيد الطعم كتير كتير طيبة انا هيك بتكون خلصة وصفتي لليوم عملنا متل ما شفتوا العديد من النكهات عملنا الاساس للايس كريم ومتل ما قلت لكم انتوا بتزيدوا النكهات يلي بدكن ياها وهون فيكم تعملوا انتوا نكهة الفرماسيل الملون بتحطوا كمية من الفرماسيل مع قطع صغار من الكيك اكيد ولدكم اللح ينبسطوا فيهم وصحتين